بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواني فيما يخص أهم النباتات البرية التي يقدمها جميع مربيين الطيور وخاصة مربيين طائر الحسون وهي نبتة، الهندبة أو القلوانة أو القريص ويكثر من تقديمها للحسون مرتين في الأسبوع على الأقل في خلال هذه الأشهر من الآن فصاعدا لأنها تعمل على تحفيز أزواج الطيور وخاصة طائر الحسون على التزاوج ولمن؟ لها فوائد عديدة أكثر من هذا وأنا وضحت لكم عنها في الفيديوهات سابقا على القناة إلا أن الكثير من مربيين الحسون يقومون بإحضار هذه النباتات من الخلاء ويزرعونها داخل السلاكات عند الطيور لأن الحسون يأخذ من زهر نبتة الهندبة ويستعملها مثل القطن في تنعيم الإعشاش من الداخل أما بالنسبة للقريص فهي تهيج الطيور وقت التزاوج لرفع هرمون التسترون لدى الطيور وهذه الأعشاب مفيدة جدا لاحتوائها على مجموعة من الفيتامينات التي تساعد الطيور على التزاوج وإطعام الفراخ من هذه الأعشاب بعد الفقص وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو إن شاء الله ولا تنسوا المشاركة لتعمل فائدة على الجميع بارك الله فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء